السيدات والسادة السيدات والسادة الحضور الكريم وحرصاً من تلك المحكمة على مدى جسور التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودول قارتنا الإفريقية نشأت فكرة هذا الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء محاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والذي تبناه منذ نشأته برعاية فخامت السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح أسيسي ووفر له كل سبل الدعم لنجاح أعماله والآن نبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس لهذا المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يعرض الاجتماع منذ نشأته وصولاً لعامه السادس الدستور هو الوسيقة القانونية الأعلى التي تخضع لها كافة السلطات والمؤسسات والأفراد ويحظى القضاء الدستوري بمكانة سامقة مستمدة من سمو الوسيقة الدستورية وعلو أحكامها ومكانتها كونها تعبر عن ضمير الأمة وقيمها العليا ويعد القضاء الدستوري المرجعية النهائية لمراقبة تشريعات الدولة على اختلاف درجاتها لضمان موافقتها لأحكام الدستور فهو الأمين على هذه الوسيقة العليا والقائم على تفعيل أحكامها بما يضمن توافق التشريعات المنظمة لجميع الممارسات السياسية والاجتماعية والقانونية لأحكامها وتفعيل حقوق الإنسان وتوكيد كرامته وحرية ولقد قامت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أعقاب ثورة يناير 2011 بدور تاريخي من خلال أحكامها التي أرثت بها قواعد الشرعية الدستورية فكان أن عهد شعب مصر العظيم إلى رئيس هذه المحكمة المستشار الجليم عدل منصور بتولي مسؤولية قيادة البلاد في مرحلة دقيقة من مراحل تاريخنا المعازر أقصم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي حتى تم إعداد الدستور القائم وانتخاب رئيس الدولة انتخاباً مباشراً فشهدت هذه المحكمة مولد استقرار نظام الحكم في البلاد بأداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام قضاتها كعنوان لأعلاء الشرعية الدستورية وفي ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة باحترام القضاء واستقلاله حرصت فخامت السيد الرئيس الجمهورية على تأكيد أمرين هامين أولهما استقلال القضاء استقلالاً تاماً وثانيهما منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية عدم التدخل ده قعدة ذهبية لا نستطيع أن احنا نحيد عنها وأنا بقول لهم الكلمة دي بقول لهم يعني بغض النظر بقى يعني أنتم مش هتسمحوا لي أساساً أن أنا أتدخل يعني وأنا هحترم ده آه صحيح لن أتدخل أبداً وأنتم تتحملوا المسئولية أمام الله في أحكامكم وتنفيذاً للاستراتيجية المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون على كافة المستويات بين مصر والأشقاء الأفارقة بما يحقق تطلعات شعوبنا نحو الاستقرار والرخاء حرص السيد الرئيس الجمهورية على تعميق التعاون القضائي بين مصر وأفريقيا برعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السنوي رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والذي تصطديفه المحكمة الدستورية العليا المصرية بشكل دوري منذ عام 2017 وحتى العام الحالي لتبادل الرؤى والتباحث حول المسائل الدستورية والقانونية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية نرحب بكم قضاة المحاكم الإفريقية العليا في اجتماعنا الدوري السادس لنؤكد على وحدتنا وتضامننا معا من أجل تحقيق سيادة القانون ونزاهة العدالة والانتصار لقيم حقوق الإنسان والمساواة ولا شك أن وشائج الصلة بيننا تتعدد فهي لا تقتصر على الجوار الجغرافي بل تمتد إلى وحدة الآمال والآلام في سائر القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإذا كان تضامننا السياسي في الماضي هو سبيلنا للتخلص من الاستعمار فإن اتحادنا في الحاضر هو سبيلنا إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لكل أبناء القارة الغالية ضيوف مصر الأعزاء ها نحن نلتقي في اجتماعنا السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارة أفريقيا تلك الساحرة السوداء مهد الإنسانية ثاني أكبر قارات العالم تتعدد دياناتها وأعراقها ولغاتها ورغم ذلك فهي ما زالت وستظل لؤلؤة العالم السوداء تنفرد كل دولة فيها بمزية لا يدانيها فيها أخرى فما أجمل سماع أصوات طيور البطريق في خلجان رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا ولا أمتع من السير على الأرض الجافة لبحيرة آبي بجيبوتي ولا أروع من تسلق ببال تنزانيا أو زيارة محمية ماساي مارا في كينيا أو رؤية شلالات فيكتوريا بين زنبيا وزنبابوي أو زيارة كنيسة القديس أوجستين بمدينة عنابة بالجزائر ولا ألز من طعم زيت الأركان بالمغرب أو تسلق المرتفعات العجبية بمدغشخر ولا عبور نهر الكنغو وبحير التشاد أو الشرب من ماء نهر النيل الخالد بمصرنا الحبيبة وتأتي الدورة السادسة من اجتماع القاهرة رفيع المستوى في إطار متصل بالجهود المبزولة خلال الدورات الخمس السابقة التي أفرزت إطلاق أول منصة إلكترونية تربط الهيئات القضائية الدستورية بجميع دول القارة بما يتيح تبادل الخبرات العلمية في جميع المسائل المتصلة بالعدالة الدستورية مكللة بفخري كقاضية المصرية بما تحقق للمرأة المصرية من مكاسب في عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المنهورية الذي ينعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى تحت رعاية سيادته يشرفني أن أرحب بالسادة الديوف الأجلاء في هذا الاجتماع الذي نستهله مستصحبين نجاحات الاجتماعات المنعقدة في السنوات الخمس الماضية ومتطلعين إلى مزيد من النجاح وتنطلق اليوم وبمشاركة وزارة الخارجية فعليات اجتماع القاهرة في دورته السادسة بمشاركة كريمة غير مسبوقة في الشكل والمضمون من المؤسسات الدستورية القضائية الأفريقية تحت مسمى دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية على نحو يدعم استقرار ورفاهية الشعوب وتمكينها من مواجهة التحديات القائمة والمستقبلين أرحب كثيرا بضيوف بصر الأجلاء قضاة إفريقيا ومات الشرعية الدستورية والقانبي وأسجل بالفخر اشتياقنا لمطالعة رؤاكم الدستورية والقانونية المقدرة كمثل اشتياق أرضنا الطيبة اللي قائمي لها الخالد وأتطلع في ثقة إلى نجاح اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في دورته السادسة لما في نجاحه من انعكاس أكيد على مواجهة التحديات المعاصرة لقارتنا الأبية أهلا بكم في نصر والآن مع كلمة السيد الدكتور محمد عماد النجار أمين عام المؤتمر فليتفضل سيادته سعادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سعادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ سعادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سعادة السفير سامح شكري وزير الخارجية سعادة المستشار عمر مروان وزير العد أصحاب السعادة قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية حراس العدالة والأمناء عليها على وثائقها الدستورية الحضور الكرام نرحب بكم جميعاً في اجتماعنا السادس في بلدكم الثاني مثل مصر فقد سنت المحكمة الدستورية العليا في مصر منذ عام 2017 سنة حميدة بحرصها على ترتيب لقاءات دورية تضم جمعاً متميزاً من أنبغ العقول القضائية في قارة إفريقيا يجمعهم نزاهة الغرض وسلامة القصد ودعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية وتوسيق الديمقراطية وتعظيم قيم حقوق الإنسان وإذا كانت هذه القارة الفتية قد جمعتنا بين أحضانها دولاً متجاورة فإن إرادتنا قد استقرت على أن يكون تعاوننا على اختلاف أوطاننا وأعراقنا وأدياننا هو سبيلنا لتوحيد جهودنا والأخذ بأسباب التقدم والرخاء ولهذا كان اكتماعنا اليوم لنتباحس ونتداول في مستجدات قضايان الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول والاستفاد من مخزوننا الحضاري التليد وإذ ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظرف تاريخي خاص تواجه فيه بلادنا كسائر بلاد العالم متغيرات عديدة استجدت في أعقاب التوترات الدولية المتعددة في أسقاع الكرة الأرضية تلقي بتداعياتها على سائر بلاد القرة عبءاً كبيراً في مواجهتها وإذا كان ضميرنا الوطني يستوجب منا جميعاً أن نعمل في حدود تخصصنا على تجاوز هذه الضائقة وتقديم الحلول القانونية التي تساعد على تجاوز هذه الأزمة لذا كان اجتماعنا اليوم الذي نتحلق حوله مخصصاً لتبادل الخبرات بشأن هذه المستجداد وإذ كانت التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى وهي طوق النجاح وأمل شعوبنا الأبية في الانطلاق إلى غد مشرق وسبيلها لتجاوز الصعوبات ومن هنا كان اختيارنا لعنوان هذا الاجتماع دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية ونعتقد نحن قضاة المحاكم الإفريقية العليا أن الدستورة يقدم لنا مفاتيح الانطلاق إلى آفاق الرحبة يتضافر فيها البعد الدستوري مع كافة جهود الدولنا على كافة الأصعظة فالدستور هو الذي يرسم معالم الاستقرار القانوني الذي يهيئ البيئة الخصبة لدوران عجلة الاقتصاد ومبادئنا القضائية هي التي تفعل هذه الأحكام الدستورية ولا شك أن اكتماعنا هذا سيوفر لنا فرصا ثمينة لتبادل الرؤى والاستفادة من خبراتنا جميعا سعيا للتكامل بينها وتوطيدا لدعائم التعاون المثمر والبناء وختاما فإنني أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى سيادة رئيس الجمهورية على رعايته هذا الاجتماع وأثمن الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة جميعها في تذليل كافة الصعاب لإقامة هذا الاجتماع وأخص بالشكر الوفير وزارة الخارجية على قيامها بكافة إجراءات التنسيق والتنظيم لهذا الاجتماع منذ اللحظة الأولى وحتى خروجه على هذا النحو وأشكر حضوركم المقدر والسلام عليكم ورحمة الله والآن كلمة معالي السيد المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا فليتفضل معانيه بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرأساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية صاحبي المقام الرفيع المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معالي السفير الموقر سامح شكري وزير الخارجية معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل السادة رفقاء الدرب قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية السادة الوزراء والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية السادة السفراء والإعلاميون والخبراء الحفل الكريم يطيب لي بالنيابة عن المحكمة الدستورية العلية المصرية وبالأصالة عن نفسي أن أتقدم بالشكر العميق والتقدير الجزيل للقيادة السياسية في بلادي لإيلائها دعماً مشهوداً ورعايةً بازلة لكافة دورات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية هذه الرعاية التي تخطت استمرار فعاليات الاجتماع إلى تموح تدفق نهر عطائه ليصب في مجرى نماء أواصر أخوةٍ سادقة بين شعوب قارتنا الإفريقية العظيمة فتحيت إعزازٍ وامتنان لهذه القيادة الرشيدة التي ما أعوزها مطلقاً سبل مواجهة أي تحديٍ ينال من وحدة صف الشعوب الأفريقية ولا لا نتعزائمها أبداً عن رد ما يعكر صفو هذه الوحدة السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع اسمحوا لي أن أهنئكم بمناسبةٍ عقاد اجتماعنا السادس بما يحمله ذلك من دلالاتٍ راسخة على أكيد عزمكم تحقيق أهدافه التي جمعتنا بعدما عاينت رؤاكم واطمأن وجدانكم إلى أهمية ما يصب إليه اجتماعنا من إسهاماتٍ دستوريةٍ وقانونية تتغيّى ضمان حقوق وحريات شعوب قاراتنا والارتقاء بها إلى مصافي مسيلاتها في الأمم الناهضة السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع إنه حقاً وصدقاً لا يمارى في أهمية النتائج التي خلصت إليها لاجتماعات الخمسة الماضية وما شهدته من توافقٍ تام للمشاركين فيها حول مسائل تحظى بأهميةٍ بالغة على كل الأصعضة ذلك أن مكافحة الإرهاب والفساد بكل صوره ومقاومة الهجرة غير المشروعة وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر ودعم الرقمنة إنما هي قضايا مؤثرة شهدت عصفاً زهنياً مقدراً بين رواد ثقافاتٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ متنوعة تمتدُّ جزورها إلى روافدٍ محليةٍ وعالمية فألهمت أولي الأمر في دولنا من مشرعين وتنفيزيين أراءً جادةً فاعلة في تطوير العديد من مناحي حياة الشعوب الإفريقية السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع كان لزامًا علينا بعدما أرسيتم معنا أوتادًا نظرية وأطرًا فلسفية لهذا الاجتماع غدت تخوماً لإدارة فعالياته أن نخطو خطوًا جديدًا نحو بلوغ غايته الأسمى ألا وهي تنمية الشعوب الإفريقية هذه القضية التي اتخذناها عنوانًا ومرجعًا يتآوى إليه اجتماعنا في دورته السادسة فقدرنا أن المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية للشعوب الإفريقية وحقوقها في مواردها الطبيعية المشتركة والتنمية الاقتصادية من منظورٍ اجتماعي إنما هي موضوعاتٌ تتعاضض لتكون نسيجًا واحدًا ينضوي تحت مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع لم يعد بوسعنا التربُّص بأنفسنا دورةً كاملة حتى يلتقي عقدنا حول ما اجتمعنا على تحقيقه فلا ريب أن ظروف المعاصرة التي تكتاح العالم بأسره وإفريقيا في القلب منه توجب علينا تبادل الرؤى الدستورية وتداول الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا تحتمل إلا إنجازًا آنيًا ولذا فقد طراء للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العلية المصرية إنشاء ملتقًا بحسي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية يُشارِفني أن أعرض أهدافه التفصيلية وأدوات تنفيزه ووسائل إدارته في إحدى جلسات عمل الاجتماع متوخيًا من ذلك أن يكون إنشاء هذا الملتقى البحثي تطبيقًا عمليًا للرؤى التي يُفرِزها اجتماعنا في دورته السادسة السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع إن شعوب قارتنا تتطلَّع إليكم مؤمنةً بانتمائكم مُقدِّرةً جهدكم لذا فإنها تُجيلُ أبصارها نحو اجتماعكم لترى ما تُقدِّمونه لها من رؤىً دستوريةٍ وقانونية تُحقِّق لها غايته المُعلنة كما تُصيخُ أسماعها حين تُعلنون توصياته الختامية لعلَّها تجدُ فيها ما يُطمئنُها إلى أن اجتماعكم صار بحق رافِداً من روافِد نهضتها ونُموها وتقدُّمها السادة الأجلاء الحضور الحفل الكريم ختامًا أسأل العلي القدير أن يُرشِدنا إلى تحقيق ما ينفع شعوبنا الأبي مع شكر لجميعكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لمعالي السيد المستشار عمر مروان وزير العدل فليتفضل معاليه بسم الله الرحمن الرحيم دولة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دولة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معالي السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية معالي المستشار الجليل بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا السادة الأجلاء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية السيدات والسادة من الحضور الكرام وضيوفنا الكبار يسعدني مشاركة حضراتكم في هذا الملتقى الهام الذي يجمع صفوة العقول القضائية والقامات الدستورية الإفريقية تحت رعاية كريمة ومستمرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيدا من الدولة المصرية على أهمية الشراكة الإفريقية في جميع المجالات وتقديرا لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات ومن هذا المنطلق حرش دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التوجيه بتوفير كل عوامل النجاح لهذا الحدث القري الرفيع السيدات والسادة بات التعاون القضائي بين بلدان القرى ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التي تواجهنا وعلى رأس هذه التحديات عملية التنمية الشاملة بحسبانها معبرا للرخاء والاستقرار بما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة الآمنة والحق في تنمية الشعوب هو عنوان لهذا الاجتماع وهذا الحق من الحقوق الجماعية الذي يقفل للجميع المشاركة فيه والاستفادة من عوائده في إطار من العدالة والمساواة والإنصاف ومن ثم فهذا الحق على تماثٍ بحقوقٍ أخرى مثل المواطنة والعدالة الاجتماعية وحسن استغلال الموارد الطبيعية والبيئة الصحية وهو ما حدا بكثيرٍ من العهود والمواثيق الدولية والوطنية أن ترصد لهذا الحق مكانةً متقدمة بين نصوصها وأن يكون للقضاء الدستوري دورٌ بارز في تنظيمه وحمايته من أي معوقاتٍ ضد تفعيله أو محاولاتٍ للإخلال بجوهره فتنطلق الشعوب نحو التنمية في سياجٍ من الشرعية الدستورية السادة الحضور يأتي هذا الاجتماع الرفيع في دورته السادسة بعد أن أصبح تقليداً تحرص على المشاركة فيه معظم الدول الإفريقية ليعالج قضايا غايةً في الإهمية تتميز بالتنوع والشمول ولا تنفصل عن واقع الحال الذي نعيشه ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير بكل تقديرٍ واحترام إلى دور المحكمة الدستورية العليا المصرية وشيوخها الأجلاء السابقين والحاليين في وضع حجر الأساس وتطوير هذا المحفى الرفيع المستوى عاماً بعد عام كمنظومةٍ قريةٍ للقضاء الدستوري وآليةٍ فعالة لوضع بنيةٍ قانونيةٍ وقضائيةٍ متجانسة كما لا أغفل دور أشقائنا في القارة الذين هبوا لتدمية الدعوة والمساهمة الفعالة إيماناً بأهمية العمل المشترك في مختلف الميادين بين دول القارة الإفريقية ونحن على يقين من أن رصيدكم التراكمي من أحكامٍ ومبادئ وكذلك نتاج الطلاق العقلي والفكري للكوكبة المشاركة في هذا المحفل سوف تترك بصمةً واضحة المعالم على المفهوم التنمية من المنظور الدستوري الإفريقي وفي الختام أتوجه بالشكر إلى الأيد المنظمة والوفود المشاركة في هذا الاجتماع داعيًا المولى عز وجل أن يكلّل جهودكم بالتوفيق والسداد وأن تكون ثمرة أعمالكم نتائج تتخطى كل الحدود لتصل إلى رحاب الإنسانية غير المحدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن مع كلمة معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فليتفضل معالي بسم الله الرحمن الرحيم دولة سيد المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب دولة سيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ معالي السيد المستشار الجليل بوليس فهمي رئيس المحكمة الدكتورية العليا معالي السيدات والسادة الوزراء ورؤساء المحاكم الدكتورية والمحاكم العليا والمجالس الدكتورية الأفريقية السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية وحرص سيادته الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البناء بين مصر وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات وبالأصال عن مجلس وزراء جمهورية مصر العربية يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مصر أرض الكنانة قلب أفريقيا النابض وضميرها الساعي دوما إلى دعم العمل الأفريقي المشترك من أجل أفريقيا موحدة قوية تنعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية إن اجتماعكم السادس رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم بالقاهرة يأتي استمرارا لجهودكم المتواصلة خلال الأعوام الثاء السابقة من أجل التباحث وتبادل الرؤى ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في بلادنا الأفريقية وصولا إلى تحقيق المستوى الأعلى لتمحاط شعوبنا الأفريقية في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان قضاة أفريقيا العظام السيدات والسادة الحضور إن قارتنا الأفريقية تذخر بمواردها الطبيعية الهائلة منها ما تتشارك فيه العديد من دول القارة وهذه الموارد ملك لشعوبنا نلتزم دائما بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها وقد أضحى هذا الالتزام مبدأا دستوريا ساميا حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صلبها وهو ما يوجب على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا وصولا إلى الهدف المنشود وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية إن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع دول القارة في عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرد علينا جميعا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف كما إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق حضراتكم في اجتماعكم رفيع المستوى مسئولية البحث وتبادل الفكر ووضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية بحسبانكم خيرة عقولها وكبار قضاتها وإن جمهورية مصر العربية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في قارة أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات السيدات والسادة الحضور الكريم إن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم وإن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تفرد علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات من منظور قانوني ودستوري وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية لكي تواصل دولنا قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي والقيام ودورها في حماية انقدرات شعوبها ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً تحقيقاً للمبدأ الدستوري الأسمى وهو العدالة الاجتماعية السادة الأجلاء قضاة أفريقيا إن نجاح اجتماعاتكم الخمسة السابقة وما أصفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائي المشترك في قرتنا الأفريقية يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح اجتماعكم السادس في تحقيق أهدافه المرجوة وإننا نتطلع مع شعوبنا الأفريقية لنجني ثمار اجتماعكم الكريم ويحدون الأمل في مزيد من التعاون من أجل أفريقيا مع تمنياتي لكم بالتوفيق وطيب الإقامة في بلدكم الثاني نصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لمعالي السيد المسشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسي مجلس الشيوخ فليتفضل معالي بسم الله الرحمن الرحيم دولة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معالي الوزراء الحضور معالي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدكتورية العليا معالي السيدات والسادة رأساء المحاكم والمجالس الدكتورية الفريقية ضيوف مصر الكرام الحضور الكريم أنه لمن دواعي الشرف والامتنان أن أقف بينكم اليوم لنشهد معا بناء جديدا في صرح مؤتمرنا الذي بكم وبحمد الله تعالى ورعاية كريمة من القيادة السياسية المصرية الواعية صار رمزا ونبراسا وشاهدا على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا اجتمعت فيه كلمتهم على أن تكون مداولاتهم هي جوهر لقاءاتهم والإخلاص والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول وتبادل الرؤى والمشورة هي رائدهم ومن ثم لم يعد مستغربا أن يكون النجاح حليفهم الحضور الكريم لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان لكل من ساهم وحرص على ادعقاد هذا المؤتمر ونجاحه وعلى الرأس منه فخامت رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه سيادته بالتعاون القضائي الدائم على المستوى القاري من خلال تكوين منظومة قارية للقضاء وإطلاق منصة إلكترونية تحويد ساتير الدول والأحكام الدستورية الصادرة عن كل دولة ودور معالي السفير سامح شكري وزير الخارجية والذي كان له دور رائد وبناء منذ اللحظة الأولى في فكرة انعقاد هذا المؤتمر ومعالي وزير العدل المصري سعادة المستشار عمر مروان الذي لا يألو جهدا لدعم المنظومة القضائية على المستويين المحلي والقاري والأخوة العزاءة الزملاء رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سواء من شرف المؤتمر بالحضور أو غاب عنه جازاه بالله خيرا عن وطنهم وقارتهم ومحكمتهم السادة الحضور تمنياتنا لحضراتكم بطيب الإقامة في بلدكم مصر وأن تنقلوا لأهلنا وحبائنا في بلادكم أن مصر عازمة على أن تبقى كالعهد بها دائمة رافعت دراعيها لترحب وتحتضن كل إفريقي مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن قارتنا الغالية وفقكم الله دائما وسدد على طريق العدل خطاكم وبارك في جمعكم وإلى لقاء يتجدد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليتفضل معاليه بسم الله الرحمن الرحيم معالي المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أصحاب المعالي رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية ديوف مصر الكرام السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أرحب بكم أخوة أعزاء في بلدكم مصر التي تفخر بانتمائها الأفريقي كما أود أن أعبر عن بالغ تقديري واعتزازي بوجودي بينكم في هذا المحفل القضائي القري المرموق والذي يشكل بحق منصة قضائية رفيعة المستوى تعقد تحت رعاية جليلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية نصر العربية والتي أضحى اكتماعها الدوري علامة فارقة في ترسيخ وتعزيز تعاوننا القضائي الأفريقي وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأخ الفاضل المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية على دعوته الكريمة وحصن التنظيم والاستقبال كما لا يوفوتني أن أتقدم بوافر الشكر إلى دولة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازا الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الشيوخ المصري والسيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف والذي تولى مهام الأمانة العامة للنسخ السابقة من الاجتماع وهما صاحبة فكرة عرض تنظيمه على فخامة السيد رئيس الجمهورية ونتذكر الدور المقدر لمعالي المستشار الجليل الراحل سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا الذي تولى وترأس النسختين الرابعة والخامسة من اجتماعنا هذا والذي شرفت برئاسة نسخته الثالثة وأفخر أنها شهدت تحولا نوعيا إذ تم فيها إطلاق المنصة الرقمية المعلوماتية للاجتماع السنوي التي تساعد على تبادل الأفكار والخبرات وتسهل من التواصل الدائم بين رؤساء وقضاط المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية والشكر موصول لسيادة المستشار الدكتور محمد عماد النجار أمين عام اجتماعنا الحالي وكل التقدير للدور المتميز لوزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون البناء مع كل الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الإعزاز والتقدير لدور وزارات العدل والمالية والاتصالات بتوجيه وإشراف دائم ومقدر من دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحضور الكرام لعلكم تتفقون معي أن قرتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف على كافة الأصعضة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة لتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية خاصة على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات لا سيما في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحط معها ثمت حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات التي نحمل على عاتقنا جميعا مواجهتها وفي هذا الإطار تولد دولة المصرية بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة انطلاقا من اعتزازها بالانتماء الأصيل لقارتها الأفريقية فعلى الصعيد البرلماني شاركت مؤخرا في أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية الذي عقد ببرلمان عموم أفريقيا بدولة جنوب أفريقيا وهو محفل برلماني قاري مرموق يحمل آمال وتطلعات شعوبنا الأفريقية ويجسد بحق نموذجا فعالا للتعاون بينها وتبادل الرؤى والخبرات في مواجهة التحديات وتحقيقا لمستقبل مشرق لقارتنا العظيمة الإخوة الأعزاء تفرض علينا التحديات التي تحيق بنا تعزيز قيم التكاتف والتعاون وتسخير إمكاناتنا لخدمة شعوبنا الأفريقية التي تستحق منا كل جهد وعمل حتى نضع قارتنا الأفريقية في مكانتها التي تليق بها كما يقع على عاطقكم وأنتم سدنة الدساتير والقوانين والحصن الحصين للمواطنين مهمةً مقدسة وهي أن تضعوا نظم أعينكم مواجهةً حازمةً ورادعةً على الصعيدين القضائي والدستوري لأي تهديداتٍ تريد النيل من أمن دولنا واستقرار ومتطلبات حياة شعوبنا ومجتمعاتنا الأفريقية حتى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء وختاماً أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحضور الكريم تظل المحاكم والمجالس الدستورية والعليا حول العالم عيناً تحرس القانون وتبقى ضمانةً حقيقيةً ومؤكدة لكل المواطنين من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم فالأوطان بخير ما بقيت العدالة والقضاء بخير وها قد وصلنا لختام أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الأفريقية شكراً جزيلاً لوجودكم معنا شكراً جزيلاً للمشاهدة شكراً جزيلاً للمشاهدة